شكل ما جرى في بلدة بوتشا الأوكرانية مدة سجال واتهامة جديدة بين روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى فموسكو تصر على رفض الاتهامات الأوكرانية والغربية أتصفها بالهجوم الوهمي والملفق وتؤكد أنها جاءت تنفيذاً لأوامر أمريكية وتطالب مجلس الأمن بعقد جلسة بشأن هذه الأحداث في المقابل تصر أوكرانيا وأطراف غربية عدة على أن روسيا ارتكبت جريمة حرب في البلدة وانتهكت القانون الدولي الإنساني كيف تبدو الأوضاع في بوتشا وماذا جرى في هذه البلدة ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مفدنا عبد الرحيم الفارسي عبد الرحيم أهلا بك معنا في غرفة الأخبار حضرتك في كييف الآن لكنك خلال هذا النهار كنت في بوتشا تتابع التطورات عن كثب بين هذه الاتهامات الغربية الأوكرانية وأيضا النفي الروسي من جهات أخرى ما الذي يقوله الميدان عبد الرحيم؟ ما الذي رأيته بالفعل في هذه البلدة؟ نعم شنطال عشرة أمتار طولا ومتران عرضا ومتران تقريبا عمقا كانت كافية لتغطي على مسح مدن بكاملها مثل ماريوبول في جنوب أوكرانيا ما حظيت به تلك الحفرة كان أكثر إثارة للجدل والسياسة وقفت أمام الحفرة فإذا بأمام بضعة عشرات من الجثث التي انتفخت لطول مدة التي مضت على وفاة أصحابها هم أطفال وهم أيضا نساء وفيهم جنود وأيضا مدنيون فيهم أشخاص حسب ما قال لي عدد من الشهود ومن أبناء المدينة إنهم كانوا مكبلي الأيدي معصب الأعيون أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة فأرضوا قتلى ثم فجأة حينما دخل مسؤوله والكنيسة الكنيسة سانت أندرو أو القديس أندري إلى الكنيسة بعد طول غياب حينما كانوا مختبئين ببيوتهم حينما كان الروس في تلك المدينة وجدوا تلك الحفرة وفيها الجثث هنا يثور الجدل من أوصل الجثث إلى هناك؟ من قام بقتل أصحاب الجثث؟ هذا الجدل بين موسكو وكييف ولكن الواقع هو أن أشخاصا فعلا قد نكل بهم وقد أصبحوا عبارة عن ركام ولم يتم تعرف إلا على هوية ثلاثة منهم فأقيمت لهم مقابر بجانب القبر الجماعي وأقيمت لهم أيضا قداس أو عملية تكريم لهم قبل أن يدفنوا مرة ثانية المدينة بوتشاب تعيش مأساة حقيقية لما وقفنا مع الناس العيون فيها الخوف والرعب الوجوه شاحبة الشباب طالت لحاه التي لم تحلق لمدة سألت نساء وسألت رجالا قالوا إنهم بقوقوا ثلاثة أسابيع أو يزيد في بيوتهم بلا ماء يجري في الحنفيات ولا كهرباء ولا أغدية تصلهم أحيانا كانوا يلجأون إلى تذويب الثلج بالحطب الذي يحصلون عليه من أجل حصول على الماء هذا هو الوجه الحقيقي لتلك المدينة ولكن أيضا في الجانب الآخر عثرت على جثث متفجحمة لجنود روس عثرنا على جثث ما زالت مرمية في العراء لجنود روس وقد أحرقت ودمرت مدرعاتهم وقد هرب رفاقهم وزملائهم إلى الشمال إلى بيلاروسيا وبقوا هناك تنهجهم الحشرات والهوام ومرميين لا أحد يعرف منهم ولا أحد يعرف هويتهم عبد الرحيم غالبية سكان بوتشا غادروها خلال هذه العملية العسكرية هل عرف العدد المتبقي في هذه البلدة وهم اليوم لربما يساهمون في التحقيقات التي على ما يبدو يجب أن تنطلق وأود أن أعرف منك هل التقيت بأي جمعيات بأي جهات لربما دولية تمارس عملها في هذه المدينة أم أن الأمر لم يبدأ حتى الساعة التقديرات الأولية كانت تشير إلى أن ما بين 30 ألفا و 36 ألفا كانوا يقيمون في تلك المدينة تقلص الرقم إلى نحو 5000 حسب تقديرات بعض السكان الذين بقوا في المدينة حينما كان الجنود الروس فيها البقية فروا إما إلى كييف أو فروا إلى مناطق أخرى متفرقة من البلاد وبعضهم وهم قليلون جدا بدأوا يعودون الجمعيات الإنسانية تصل وشهدناهم يوزعون عليهم الطعام والبعض الأغطية البسيطة أما المنظمات الدولية فقد لاحظنا وجود سيارات ربما تابعة للصليب الأحمر أو على الأقل تحمل شعاراته وبعض الأشخاص الذين يبدو أنهم من الاتحاد الأوروبي لم نتبين هل هم جهات رسمية أم جهات استخباراتية أم متوطوعين أم كانوا صحفيين مثلنا ولكن هناك أجانب دخلوا إلى المدينة وكانوا يتحرون الوضع مثلما نتحره نحن كصحفيين ويجمعون المعلومات ويلتقطون الصور بطبيعة الحال سنكون بانتظار عبد الرحيم ما الذي سيخرج عن هذه البلدة البعض يرى أنه لربما حرب جديدة بدأت بين الغرب وموسكو من خلال هذه الصور والمشاهد التي نتابعها معك وهي حصرية لسكاينيوز عربية قمتم بهذه التغطية خلال هذا النهار شكرا لكم ولفريق العمل عبد الرحيم الفارسي مفدنا حدثنا الآن من كييف وهو كان خلال هذا النهار في بوتشها